قدم أمين الدولة بوزارة التعليم العالي والبحث والابتكار دكتور حسين مسار حسين حصيلة الزيارة الرسمية التي قاوى بها إلى المملكة الأردنية الهاشمية نتابع ما جاء في حديثي قمنا بزيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية في الفترة من 17 إلى 24 سبتمبر أولا تشرفنا بلقاء معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عادل الطويسي وقد تبادلنا معه إمكانية توقيع اتفاقية مشتركة بين وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار بجمهورية الشات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمملكة الأردنية الهاشمية حيث أبدأ الوزير استعداد الوزارة لتفعيل التعاون بيننا وبين المملكة في إطار تبادل الطلاب وكذلك تبادل الخبرات والتجارب بين المملكة الأردنية وجمهورية الشات وكذلك أيضا أبدأ الوزارة تقديم عدد من المنحة الدراسية للطلبة الشاديين في الدراسة بمجالات العلمية خصوصا في الطب والهندسة وكذلك فتح مجال للدراسات العلية وأيضا معاملة الطلبة الشاديين معاملة الأردنية كذلك تم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار بجمهورية الشات وجامعة الزرقاء الأهلية قدمت جامعة الزرقاء حوالي عشرين منحة دراسية للطلبة الشاديين تبدأ هذه المنح هذا العام تقدم عشر منح والعام المقبل أيضا عشر فرصة هذه المنح هي تحتوي على منح علمية وكذلك قدمت جامعة الزرقاء الأهلية نصف منحة للطلاب الراغبين للتوجه للدراسة على نفقتهم الخاصة من أجل الاتحاق بالكليات العلمية وسيأتي وفد من جامعة الزرقاء الأسبوع المقبل لمقابلة الطلاب الذين يرغبون للاتحاق بجامعة الزرقاء في الأردن وبالتالي أيضا أبدأ جامعة الزرقاء استعدادها لدعمنا بتأسيس مركز أبحاث الطاقة بجامعة جامينة لأنها جامعة الأم وكذلك أبدأ اتحاد الجامعات العربية لقبول عضوية الجامعات في شات لتبادل الخبرات وحضور المؤتمرات أبدأ اتحاد الجامعات العربية لإستعداده لعقد مؤتمر بين الجامعات العربية والجامعات الشادية في يُعقد في جامينة نظمت الدائرة الأولى احتفالا بمناسبة ترميم الذي قامت به قوات برخان لمدرسة كاركنجيري كان ذلك بحضور السفير الفرنسي لدى البلاد تقرير أدم حنافي فاطلة لم تقتصر مهمة قوات البرخان في استدباب الأمن فحسب بل إنها التفتت نحو النمو في مجال التعليم لذا بادرت بالترميم هذه المدرسة التي تسمى مدرسة كاركنجيري الواقعة بالدائرة الأولى هذه الجهود التي قامت بها قيادة قوات البرخان هي ناتجة عن العلاقات الفرنسية التشادية نحو التقدم العلمي السفير الفرنسي فليب لاكوست أوضح في خطابه قائلا إن لفرنسا وجات خصائص تنموية تربط بين البلدين وخاصة في مجال التعليم والأمن وأضاف لاكوست من دونهما لم يكن هناك أي تقدم قائد قوات البرخان العقيد إيفانغوفان قد شكر في حديثه كل الحضور مطالبا من المعنيين بهذه المدرسة وأولياء أمور التلاميذ الاهتمام والعناية التامة بهذه المدرسة بالمساهمة المعنوية والفعلية نحو تعليم أفضل النائب الأول لعمدة الدائرة الأولى جبريل محمد عبد الكريم في كلمته حيث شكر قيادة قوات البرخان على هذه اللفتة البارعة هذا المبنى الذي يجب أن نرحب لأطفالنا لهلول 2 أكتوبر يعني التاريخ الرسمي لآم الدراسي كما قدمت في نهاية المناسبة شهادات تقديرية لكل من السفير الفرنسي ومدير مدرسة الكركنجيري الفرنسية على دورهم الفاعل في المحافظة على المدرسة ويشار إلى أن هذه المدرسة تقع على عتق الحكومة من الدائرة الأولى إلى الدائرة الخامسة حيث قام صباح اليوم عمدة الدائرة الخامسة محمد صالح موسى بزيارة المختلف المؤسسة التعليمية بالدائرة وذلك بهدف التعرفي الاستعداد واستقبال العام الدراسي الجديد 2017-2018 لمزيد من التفاصيل في تقرير زميلة حديما سعدي ياقوب استعدادا للدخول العام الدراسي الجديد 2017-2018 قام عمدة الدائرة الخامسة مهم السال موسى برفقة أدت من مآونيه بتفقد المدارس العامة والخاصة بالدائرة وذلك بهدف معرفة أهوال المؤسسات التعليمية بعيد انتهاء فصل الخريف والوخوف على الوضع العام من الناهية الصهية والتعليمية ومعرفة مدى استئداد مديري المدارس لاستقبال العامة الدراسي الجديد وشملت هذه الزيارة كل من المدرسة الابتدائية اتهاد الشباب بهير ضينة ومدرسة تومية الابتدائية وأخراها معهد العلوم والتقنيات التطبيقية نطلب من أبات الإيال السخيرة كان لدينا تكتب في شرطك في الياه الفين ثلاثة ألف وكي جي تكتب خلال هذا أنا ندور من أبات الجالي شوله زمانه مشيكي يحاول في الابتدائية داخل يشوفو كيف سخيرك دا أمباكر بكت اسكي كلازا عنده فاندلاتيروا اسكي داخل دا عنده كابيني موفر لولدك أمباكر كما شدا ما يلقى صوبات هنا سنتيوا والجدير بالإشارة أن مثل هذه الزيارة تدخل في إطار تأزيز النظم الطربوية وتسجيع مسؤولي المؤسسات التأليمية لأجل المهافظة لتهسين المستوى التأليمي في العاصمة